إذن تصدر حزب تجمع الوطني للأحرار نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب عضاء مجلس المستشارين بالنسبة للهيئة الناخبة لممثلي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية التي جرت الثلاثاء ذلك بحصوله على 27 مقعدا وفق بلاغ لوزير الداخلية بحسب المصدر نفسه فقد حل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بتسعة عشر مقعدا متبوعا بحزب الاستقلال بسبعة عشر مقعدا نسبة للمقاعد الخاصة بممثلي المأجورين فقد توزعت على النحو التالي الاتحاد المغربي للشغل ثمانية مقاعد الاتحاد العام للشغالين المغاربة ستة مقاعد الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ثلاثة مقاعد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مقعدان الفيدرالية الديمقراطية للشغل مقعدان واجرت هذه الانتخابات عن طريق الاقتراع باللائحة وبتمثيل نسبي على اساس قاعدة اكبر بقية ومن دون استعمال طريقة مزج الاصوات وتصويت التفاضلي يتعلق الامر بانتخابات ذات رهانات وتحديات مختلفة بالنظر للصلاحية الواسعة التي اصبح يتمتع بها مجلس المستشارين ولتركيبته المتنوعة التي تضم مماثلين عن المجالس الجماعية والجهوية والغرف المهنية والمنظمات النقابية بالاضافة الى ممثل ارباب العمل والاجراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة